هو سيد الرئيس الحبيب برقيبة الزعيم برقيبة قاعد يخلم خمسة أيام على الفاصل الأول الفاصلة بحسابها التأويل كان تأويل إيجابي فماش كون نجم يقراه الدولة دينه الإسلام أو تونس دينه الإسلام أي الشعب المرة هذه معناها مقاصد الإسلام كل حد حر في ديانته وعنده علاقة معولة مباشرة الدولة لا يعنيها مقاصد الإسلام وبالأحرى مقاصد الشريعة إحنا مشكلتنا اليوم هذا دستور كاتب عبد واحد بمفرده صلحوا وحده خدم قرابة الخمسين مرأة وراجل حط المقترحة متاحهم في الرف وإحنا قلنا لهم وفهم منهم عنا أصدقاء فيهم نحن في اللجنة الاستشارية قلنا لهم ربي يهديكم وراكم قاعدين تخدموا على بلات راو مش بسيش على شيء واللي قلناه صار حطوا في الرف وجبد المشروع متاعه مشروع يعني هو مباشرة معناها الانتخاب رئيس الدولة واضح كيف يستمع بصفة مباشرة انتخاب مجلس النواب تم تعتيم كامل ما تعرفش كيف سيصير وهذا معناها يمهد ما أقنعكمش التعديل الغكتيف اللي صارت في علاقة بانتخابات متاع البرلمان كيفاش مش تكون للم أقنعتناش وهذا يمهد للبناء القاعدة ويمهد لتدمير الديمقراطية التمثيلية في تونس نحن اليوم بخلاصة نحن نفضل ديمقراطية هشة مهزوزة ولكن تنجب أن تتحسن على ديكتراتورية واستبداد مثالي ويتوانسة رايكم قاعدين تشريه فيك قاعدين تشريه وبش تصوتوا على قطوش فيش كارا وراو اللي جاي رب يستر منه راحنا اليوم نقول لكم راو الوضع الاقتصادي اللي ذريعة كان من ذراع اللي تقدمها سيقاي سعيد قاعد الدهر وماشي بش الدهر وراو الاملاءات اللي بش يفرض علينا صندوق النقد الدولي بش تكون كريهة كريهة بأتمنا الكلمة وحنا قبلنا الجمهورية التونسية قبلت بالاملاءات كلها وراو اللي جاي راو شي متنجمسة تصوروه